بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حلقات الأستاذ نجيب محفوظ عن الأحلام احنا خلصنا سلسلة اللي هي عنوانها أحلام فترة النقاها وحنبدأ سلسلة تانية عنوانها الأحلام الأخيرة للأستاذ نجيب محفوظ والحقيقة هنا فيه خطأ وحنشوفه أخطاء كتير دلوقتي كتاب ده اللي هو أحلام فترة النقاها ده صدر عام 2005 في حياة الأستاذ نجيب محفوظ لأن الأستاذ توفى في 38006 وبعدين بعد وفاته في 9 سنوات صدر كتاب ده اللي هو أحلام فترة نقاها الأحلام الأخيرة ده صدر سنة 2015 يعني بين الكتابين 10 سنوات طيب الأستاذ ما سماش محطش كلمة الأحلام الأخيرة الأستاذ كل هذه النصوص حطها تحت عنوان أحلام فترة النقاها معلومة تانية مهمة الأستاذ ما كانش بيرقم الأحلام الأحلام كان بيكتب الأحلام وبيحتفظ بيها وبعدين لما يجي ينشرها في مجلة نص الدنيا كان بيحط عليها رقم فالأرقام دي كانت بتوضع عشان عملية النشر وعشان التسلسل الكتاب التاني اللي هو الأحلام الأخيرة ده أنا أصدرت كتاب عنه اتكلمت عن هذه الأحلام في هذا الكتاب وهذا الكتاب حيبقى هو المصدر بتاع اللي معتمد عليه في تسجيل هذه الحلقات عن الأحلام الأخيرة الأحلام الأخيرة ده زي ما قلت لحضراتكم لم يستخدمها الأستاذ نجيب لكن احنا مضطرين نستخدمها عشان نفرق بين الكتابين لكن كان صح أنه يصدر الكتاب الأولاني باسم أحلام فترة النقاها جزء الأول وكتاب التاني باسم أحلام فترة النقاها جزء التاني لأنه مفيش هم كتاب واحد لأنها مجموعة واحدة من النصوص اللي أبدأها الأستاذ النجيب محفوظ في سنواته الأخيرة في مشكلة تانية حنقابلها في الكتاب الأولاني أحلام فترة النقاها فيه 230 حلم ثم 6 أحلام ثم 3 أحلام مجموعة هم 239 حلم يعني كان المفروض الكتاب التاني وهو من نفس دار الناشر ينشر وأول حلم فيه عنوانه أو رقمه 240 لكن ما حصلش كده وخلوا أول رقم من الأرقام الكتاب التاني رقم 200 وبالتالي بقى فيه رقم 200 مقرر و 200 واحد مقرر لحد ما هتوصل لمتين تسعة وتنتين فيه تكرار في بالإضافة فيه مشكلة تانية عجيبة إن فيه أرقام واحد مثلا 402 حلم رقم 402 مش موجود حلم رقم 403 مش موجود حلم رقم 404 مش موجود حلم رقم 414 مش موجود حلم رقم 415 مش موجود حاجة مذهشة جدا إزاي يعني إحنا ببلدنا ما تسألش ليه ببلدنا بتحدث بها الأشياء من غير ليه المهم فإحنا بنبدأ بقى السلسلة ديت عن الكتاب التاني من الأحلام فترة النقاها وهي بتبدأ بحلم رقم 200 حلم رقم 200 يبدأ هكذا وجدتني في حال التأهب للصراع مع عدو الشرس وتقت نفسي إلى شيء من الراحة فصعت إلى الدور الأعلى حيث رأيت محمد علي الكبير يتلقى الأنباء وينتفخ عظمة وجنونا سطرين ونص لخص فيهم الأستاذ نجيب محفوظ مأساتنا مأسات الحكم الدكتاتوري اللي مر على مصر من أيام محمد علي هو من قبل محمد علي بس عنا هذا الحكم الفرعون اللي الناس بيحيطوا به مجموعة المنافقين اللي حضراتكم عارفينهم في كل الأصور بيحيطوا به فيزدوه جنونا على جنون فالراوي هنا اللي هو كان في حال التأهب للصراع مع عدو الشرس الراوي ده بيعبر عن الشعب المصري وهو بيصارع عدوه في غاية الشراسة اللي هو ايه اللي هو التخلف اللي احنا فيه الفقر الجهل المرض اللي احنا فيه عدم اللحاق بركب الحضارة يعني محمد علي اللي قاعد يحكم من الفتنونة وخمسة وقسرته وعياله يحكموا لحد اتنين و الفتنونة وخمسين كان الاهتمام ما كانش بالشعب لغم انه محمد علي باني مصر الحديثة وعمل حاجات كتير بس مش من اجل الشعب مش من اجل الشعب وده اللي هنشوفه ولكن من اجله هو ومن اجل عظمته ومن اخر جنة جنونا وعلى فكرة محمد علي جنة جنونا فعلا يعني في الاخر خالص تقريبا اخر سنة في حياته كان مش واعي باي حاجة يعني جنة جنونا في عمل فريد للأستاذ نجيم محفوظ اسمه امام العرش هي يعني عمل تاريخي بيعمل نوع من المحاكمة لحكام مصر او لبعض حكام مصر في هذي العمل المدهش امام العرش تحطمس الثالث بيقول لمحمد علي نسمع بقى الكلام ادراكك رغم زكاءك كان ناقصا لم تدرك ابعاد الموقف الدولي جيدا فتحديته وانت لا تدري وعرضت نفسك لقوة لا قبل لك بها ده هذا ما حدث مع محمد علي وازاي اوروبا في الاخر يعني عشان تقلصت منه لانه تحدى قوة هو مش قدها وهذا ما حدث مع محمد علي حدث بالشكل اخر مع جمال عبد الناصر فالحكام الدكتورين دول يعني على مدى عقود طويلة جدا من تاريخنا وقعوا الشعب ده في حاجات كبيرة جدا مشاكل كبيرة جدا وازمات كبيرة جدا وكوارث كبيرة جدا طالما الحكم هو لشخص واحد وبيرفض انه يسمع اراء الاخرين باعتبار انه هو طبيب الفلسفة في امام العرش بيقول ابنه ابن محمد علي لم يكن ايمانك بالشعب كاملا ولا حبك له بالقدر الذي يجعلك توظف جهدك الحقيقي لاحياءه ودعمه استخدمت الفلاح في سبيل الارض والدولة وكان الواجب ان توجه كل مؤسسة لخدمة الشعب هي دي النقطة هي دي مأساة النظام الحكم الفردي الدكتوري اللي بتعاني منه مصر والمنطقة بتاعتنا العربية انه بدل ما النظام الحكم او الدولة تخدم الفرد يشتغلوا عند الناس لا ده بيخلوا الناس يشتغلوا عندهم عشان يخدموا الحاكم الفرعون هذه المشكلة اللي بتعاني منها مصر على مدى مت طويل جدا واللي بتعاني منها منطقتنا حتى الان عبر عنها محفوظ في سطرين ونص لكن استعزنكم اضيف جملة واحدة انه احنا في رؤيتي في ان شاء الله في المرحلة النهائية من هذه النظم ولابد ان تزول هذه النظم لان عجلة التقدم عجلة الحضارة عجلة التاريخ بتقود العالم كله تحت نظم فيها حرية وكرامة انسانية وحقوق انسان نظم ديمقراطية وان شاء الله نصل الىها قريبا بإذن الله وهذا ما قدر الله لنا ان نقول والله اعلم ترجمة نانسي قنقر